سائلين المولى تبارك وتعالى أن يفتح علينا فتوح العارفين وأن يوفقنا توفيق الصائبين وأن ينفعنا بالقرآن والذكر الحكيم اللهم ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يقربنا منك برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب اللهم عليك توكلنا وإليك أنبنا نسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تجعلنا مفاتيح للخير ما غالق للشر وأن تمن علينا بقلوب سليمة نسألك قلبا تقية عن الشرك نقية لا جافيا ولا شقية أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأهمية القلب إحنا تعلمنا أن القلب ده مهم جدا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فالقلب ده مهم جدا وهو النجاح في الآخرة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأسمنا القلوب ثلاث أنواع في قلب سليم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وتكلمت مع حضرتكم عن صفات القلب السليم على سبيل المثال إنه قلب مطمئن بذكر الله إنه قلب وجل من خشة الله إنه قلب مخبت يعني متواضع تكلمنا عن صفات القلب السليم قلب في رأفة قلب في رحمة جميل النوع الثاني من أنواع القلوب في قلب مريض القرآن قال في قلوبهم مرض النوع الثالث في قلب ميت والعياذ بالله إحنا دلوقتي نشغالين مع بعض في النوع الثاني القلب المريض يعني إيه قلب مريض القلب ده بيبقى في أسباب من أسباب الحياة يعني يعرف ربنا بيعرف حاجات ولكن في علة في مرض في مرض القلب ده يعني قلنا مثلا في زيغ الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه شوف يعني يبقى القرآن نازل كمصدر هداية و جاء رجل من أقصى المدينة يسعى و في آية تانية و جاء من أقصى المدينة رجل يسعى يصيب القصة كلها هو من الرجل ده تب اسمه ايه تب ما لكم الاسمه وأوحينا إلى أم موسى يسيب القصة كلها و بيدور هي أم موسى كان اسمها ايه يعني علم لا ينفع وجهل لا يضر لو كان في ذكر اسمها منفع لا ذكره الله لنا قالت نملة يقول لك النملة دي بقى نملة زي النملة بتاعنا الصغير ده ولا نملة جبلي ولا ايه قصتها النملة دي اول القرآن المشهد اللي جاء لك الحكمة اللي جاء لك اتعلمها طيب النهاردة ان شاء الله هناخد علة من العلل التي تصيب القلب من صفات القلب المريض انه قلب مرتاب احنا ليه بنذكر العلل دي يا حضرات و ليه بتكلم عن القلب المريض عشان اللي لا اسمح الله لا قدر الله اصيب بعلة من هذه العلل يسعى بقى لعلاجها ايه ايه القلب المرتاب ده يعني كلمة الريبة يعني الشك ولذلك انت تقرأ في اول صورة البقرة الف لا ميم ها ذلك الكتابه لا ريب ايوا ريب ريبة ارتياب مرتاب لا ريب لا شك ما تلاقيش في القرآن ذرة شك لا ريبة فيه هدى للمتقين ايه حكاية القلب المرتاب ده بقى تلعقينكم قصة بسيطة جدا حدثت مع النبي عليه الصلاة والسلام في رجب سنة تسعة هجريا و بسبب المشهد ده نزلت فيه صورة في القرآن اسمها صورة التوبة وتحدثت على هذا البشت النبي عليه الصلاة والسلام دي كان اخر غزوة غزها النبي بالمناسبة اسمها غزو التابوك كانت في رجب سنة تسعة هجريا و كانت للقاء الروم و تم تجهيز اكبر جيش عقده النبي عليه الصلاة والسلام كان تلاتين الف مقاتل في هذه الغزوة غزو التابوك و الجيش ده سميه جيش العسرة و تعم الصحابة اوي الغزوة دي حضرات كانت حوالي خمسين يوم الصحابة اكلوا اوراق الشجر حتى ورمت شفاءهم في بداية الغزوة النبي رايح للقاء الروم يالا يا جماعة عايزين نجاهد في سبيل الله فالقرآن بيقول لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الاخري ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم والله عليم بالمتقين يعني الذين يؤمنون بالله واليوم الاخري مش هيجي يقولك ايه ممكن جاهد معك يا رسول الله تحب جاهد معك يا رسول الله لا ده المؤمنون بالله واليوم الاخري هيجي يقولك ايه انا اريد الجهادة معك يا رسول الله انا اريد الجهادة في سبيل الله يا رسول الله عايز يعمل مش جاي يستأذن يعني إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون يعني يتحيرون فجوهم جماعة يا حضرات اللي في قلوبهم شك اللي في قلوبهم ريب اللي قلوبهم مريضة قالوا يا رسول الله معلش مش هنقدر نيجي نجاهد معك ادينا إذن إن إحنا نقعد طب إزاي يعني تخيل في ناس جد تتعلل إنها مش عايزة تجاهد مع النبي بقولوله بص إحنا راحين نقاتل بلاد الروم نحرب بلاد الروم يعني وبلاد الروم النساء بتوعهم دول دول بني الأصفر كده وعارف أنت أقول لك شعرهم أصفر معنهم خضرة يقولوا إئذن لي ولا تفتني ما تحطنيش في فتنة عشان أصلا أنا بأفتن بالنساء أما بشوف النساء بنس نفسي القرآن يقول ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يبقى القرآن عايز يقول لنا إن في ناس بتيجي بتعتذر عن فعل الخير دي قلوبها مريضة قلوبها فيها ريبة إنما المؤمن ما يعتذرش عن الخير تيجي تقولي الواحد تعالى نزور مريض أصلي أنا تعبان طب ما تخليها البكرة ده في قلبه ريب يا رجل بقولك تعالى الوجه الله قوم متوكل على الله طب تعالى أقول له طب أنا عزمك على العشاء يقولك أنا جاهز طب مش أنت مشغول لا المشاغل إيه نعملها بكرة يا سبحان الله دلوقتي في ضيد فعايزين نقول إنه من علل التي تصيب القلب الريبة الشك الفلواحد المؤمن اللي قلبه سليم ما يتردد أبدا في فعل الخير